ولكن النهاردة موقع فوتبول داتا بيز بيصدر تصنيف شهري عن أفضل الأندية وكان النادي الأهلي في صدارة الأندية الأفريقية والعربية تصنيفه رقم 26 على العالم يدينا شعور بالثقة يعرفنا إحنا رايحين فين يخلي الناس تشوف أن النادي الأهلي بيأخذ خطوات إلى الأمام وطبعا النادي الأهلي كان هو في صدارة الأندية الأفريقية والعربية ويأتي بعد النادي الأهلي في المركز الثاني أفريقيا كان النادي الزمالك وده شيء عظيم جدا أن الناديين من بلدنا مصر يكونوا هما في الصدارة الأفريقية بغض النظر النادي الأهلي كان ترتيبه الـ 26 ويأتي بعده الزمالك بـ 93 مركز في الترتيب 119 ولكن على الأقل سبق ساندونز بحوالي 8 مراكز فكل الدعم وكل التوفيق لرجال النادي الأهلي يعرفوا أنتو فين من التصنيف العالمي برغم الصعوبات تقدروا تقدموا صورة مميزة جدا عن النادي الأهلي ليكتمل شكل النادي الأهلي في منديال هذا العام الشكل الإيجابي من وجهة نظر